أهلا بحضراتكم من جديد وفقر التريند التريند طيب بنتكلم على مباراة القمة بين الزمالك والأهل يوم الجمعة القادم في أكتر من شق متعلق بهذه المباراة أول جزئية متعلقة أن النهاردة بالتأكيد الفريق النادي الأهل هيدخل معسقر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك إن شاء الله يوم الجمعة الجهاز الفني يفضل أن النهاردة يكون التدريب مغلق بدون حضور أي وسيلة إعلامية من المنظومة الإعلامية في النادي الأهل حرصا طبعا على السرية الشديدة والتركيز الشديد ويكون فيه خصوصية خلال 48 ساعة استعدادا لمباراة القمة إن شاء الله النهاردة المران مغلق ما فيش أي تفاصيل متعلقة بالمران ولا أي أخبار بعد مباراة والداب الأمس اللي واجه الأهل فيها فريق المرج وانتصر فيها أو فاس فيها بهدفين مقابل هدف لكن بالتأكيد الجهاز الفني ليه تحضيرات خاصة بالنسبة لمباراة القمة بيتسو موسيماني بيتعامل مع المباراة الكبيرة بإطار معين داخل معسكر مغلق قبل المباراة بـ 48 ساعة يمكن النهاردة الفريق عاقب التدريب مباشرة هيدخل معسكر في إحدى الفنادق القريبة من استاد القاهرة الدولي وبقرة يكون فيه تدريب ليلة المباراة ويبقى فيه أخطر من محاضرة الجهاز الفني بالتأكيد هيشتغل فيه على بعض الأمور المتعلقة بالاستعداد لمباراة الزمالك سواء جوانب فنية جوانب تيكتيكية أعيز أطمن كل السادة للمشاهدين الحمد لله محمد الشنوي سليم وبيشارك فيه التدريبات الجماعية وسواء الشنوي شارك أو علي لطفي الحمد لله في اطمئنان على مركز حراسة المارمة في النادي الأهلي سواء الشنوي أو علي لطفي أو حتى كمان مصطفى شبير والحراس الصعدين سواء مصطفى شبير أو حتى حمزة علاء كلنا نتذكر المسم الماضي مباراة الدور الأول في نفس الظروف بالزبط كان أصيب محمد الشنوي وما كانش موجود فيه مباراة الزمالك ولعب علي لطفي والأهل كسب الزمالك فيه وجود ده علي لطفي الأهل كسب وعلي لطفي كمان تصدى لرقل الجزاء وضرب الجزاء من نادي الزمالك فبالتالي الأهل عنده حراسة مارمة على أعلى مستوى مش هنسمح لأي حد أيا كان هو مين ممكن يشكك في أي لعب في النادي الأهلي سواء في حارس مارمة أو خط الدفاع أو في الوسط أو حتى في الهجوم الأهل عنده أفضل لعيبة في مصر قدامنا اتنين إن شاء الله بإذن الله هم من أفضل حراس المارمة في مصر خلال السنوات الأخيرة ولو مش كده لكان الأهل يفاس بدور أبطال إفريقيا لحساب الزمالك لكان الأهل يفاس بدور أبطال إفريقيا العام الماضي والموسم الماضي على كايزر تشيفز ما كانش الأهلي قدر يحقق كل البطلات الأخيرة ولما الشنو غاب علي لطفي حارس ماما وكان حارس مارمة النادي الأهلي في أكتر من مناسبة وكان أبرزه مباراة القمة أمام الزمالك والأهل يفاس على الزمالك وعلي لطفي كان ليه دور كبير جدا في هذه المباراة زي ما قلتلكم لما تصدى ليه ضربة جزاء إذن المباراة فيها معطيات كثيرة جدا وفي نفس الوقت فكرة بقى طريقة اللعب الأهل يلعب إزاي الزمالك يلعب إزاي كل دي أمور بترجع بالتأكيد لكل جهاز فني لكن مهم جدا في مثل هذه المباراة الكبيرة الجزء بقى النظري المحاضرات انت شفت مباراتين اللي فاتوا لنادي الزمالك شفت طريقة اللعب الأداء باترس كارتيرون بيركز على إيه نفس الأمر برضو باترس كارتيرون شاف أكيد مباراتين الأهلي